اشتركوا في القناة ركود خيفينين خصوصي بقطاع الاستهلاك كلهم ماكس كلهم لأقصى الحدود استخدام الكريدوت كارد كان لأقصى الحدود الأمر الآخر اللي كان شوي يعطينا قوة في الاقتصاد الأمريكي كان سوق العمل مع أنه كان عنا إشارات واضحة لا أعلم ليش ما هلأ نحن متفاجئين فيها عنا شركات تكنولوجيا كبيرة كانت عم تسري حدد كبير من الموظفين انتل كمان في نهاية الأسبوع أكدت هذه السلسلة التسريحات مع خمسة عشر ألف تسريحة كمان ديزني كمان كانت عم تقلص عدد الموظفين طبعا وتجي بيانات الوظائف أكتر أقل بكتير من التوقعات الانمبلومنت كمان فوق الأربعة بالمئة فوق الأهداف فوق يعني أربعة فاصل ثلاثة بالمئة طبعا رح تكون عم تزيد مخاوف الهبوط الغير ناعم أطلاقا مخاوفي أنه الفدرالي تأخر إذا من نتذكر خلال الأعوام الماضية في رفع أسعار الفائدة أظن كمان تأخر في تقليص أسعار الفائدة كنا عم نسمع أصوات من أماكن مختلفة كنا عم نحكي بانك أف يورو كنا عم نحكي من بريطانيا كل الأصوات كنت عم تقول حانة وقت تقليص أسعار الفائدة وكان جيروم باول متشبس بالأسعار الفائدة المرتفعة طيب ترجع نشوف فرح يعني لو تم تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر هل رح يكون الوقت تتأخر يعني مشان هيك عم نبلش نسعر شوي دورة أقوى يعني كنا عم نتوقع 25 نقطة أساس هلأ عم نتوقع 50 نقطة أساس عم نتوقع يمكن يا أما 6 تقليصات من الأسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس يا أما 3 بـ 50 فأظن أنه ما بعرف كيف كنا عم نسعر أنه الأسواك قادرة تستمر في هذا التشدد يمكن كنا عم نعول على تقارير الوظائف مع اللي عم نشوفه بالوقت الحالي مع قديش الأسواك ما كانت عم يعني لكتير البيانات اللي نوعا ما كانت جيدة للشركات كان لابد من أنه نرى تسحيل في الأسواك طيب إذن فرح هذه المخاوف من طباطق الاقتصاد الأمريكية عم تنعكس في أسواق الأسهم حول العالم لكن يعني انعكاسها الأقوى رأيناه على مؤشر نيكيل ياباني أغلق على انخفاض بحوالي 12.5% شو صار؟ صحيح وهذا يمكن الأداء الأسوأ منذ كوفيد منذ مارتش 2020 وبداية أغلاقات كوفيد لازم نتذكر نحن سوء الياباني مختلف كان في عنا مساعدات مستمرة في الوقت البنوك الأخرى كانت تتوجه للتجديد كانت لا تزال تأثير موجود خلق ما كنا نخاف منه وهو يسمى الزومبي شركات الزومبي اللي هي فعلا موجودة فقط بسببها السيولة المرتفعة فهو نرجع نشوف تحول في السياسة وقوة لأليان أولا مخاوف بين المستثمرين نحكي نحن عن أكثر من تقريبا 1.56 تريليون ويت من أسواك المستثمرين في الأسواك اليابانية نتوقعه مع تحول في سياسة البنك الياباني وكمان هالسيولة المفرطة اللي كانت عم تعمل هالارتفاعات الاصطناعية نوعا ما في الأسواك اليابانية طيب دعينا نتحدث عن الذهب يعني بالعادة لما نشوف حالة من الخوف وعدم اليقين عند المستثمرين حول العالم بيكون أكيد التوجه للملاذة الآمنة الذهب هالشي شفناه مع بداية جلسة اليوم لكنه عاود للنخفاض هل فينا نقول بأنها عمليات جني أرباح سريعة أو في أسباب أخرى؟ في عنا فولاتيليتي مرتفعة جدا يعني حتى المؤشر الفولاتيليتي واصل لمستويات أعلى من 125% مستويات تاريخية طبعا رح نكون عم تشوفها التحركات الدهب ليش نحن في مستويات مرتفعة فوق الـ 2300 هاي مستويات مرتفعة نوعا ما والأمر الآخر أنه في مطارح السلق في مطارح الاستنزاف الكبير في أسواك الأسهم عادة ما نرى دعم للدولار قبل ما نشوف توجه إلى يمكن الأصول الملاذة الآمنة الأخرى لأنه بيكون طلب على الدولار وحتى العوائد السندات فيه مستويات ترتفع أكتر ما عم نشوف تأثير مباشر على الدولار لأنه في عنده تأثير متضارب ما بين الطلب عليه وما بين توقعات بتقليص أسعار الفائدة عم يشكل هالنوع من الفولاتيليتي كمان على الصلع اللي عم تسعر في الدولار وخاصة الدهب اللي كمان عم يتحرك بشكل فولاتيليت كتير يعني عم نشوف تحركات كبيرة ولكن ثلاثة يام الماضيين كنا عم نحكين اليوم وإغلاقات الأسبوع الماضي كانت على تراجع نحن بحاجة كمان شوي لتهدى هالولاتيليتي لنشوف تريند أوضح طيب خلينا سريعا نحكي عن أسعار العملات الرقمية كمان عم تجهد انخفاضات قوية البيتكوين على انخفاضات قاربت 16% بهاللحظات صحيح أظن هيدا أحد التست الاختبارات اللي عم يجعل تقطع فيها الأصول المشفرة هل هي فعلا ملاذ آمن من مخاوف الجيوسياسية هل هي فعلا ملاذ آمن من المخاوف في الأصول الأخرى نرى المكتير هل هالشي بيأكد أنه لا على الفترة الزمنية الأصيرة على القليلة فلننذكر أنه هو فالتايل بشكل أكبر من الأصول الأخرى قد يستفيد طبعا في الفترات القادمة نرى التحرك مشابه كمان لوقتا كان في عنا الصندوق الاستثمارية للبتكون أول مظاهر تراجعت الأسعار هل لعنا أثير يوم الصندوق الاستثمارية تعود وتتراجع الولايات المتحدة باعد كمان استحواس كبير لأله ولكن نعم الأصول على المخاطر تتعرض للباعد إذن شكرا لك الفرح مراد محلل الأولى الأسواق في إكويتي شكرا لك